اشتركوا في القناة على اساس انه نشوف هذه الطريقة على حسب اغلبية التعليقات انه بدهم الزوايا الفلكية بعدين الابراج يعني ما نلغي الزوايا الفلكية ونأجلها بعد الابراج فراح احكي المنزلة واحكي الزوايا الفلكية وبعدين احكي الابراج وبعدين بارجع لبعض الامور اللي هي علاقة بخلوق المسار علاقة بالاشياء هاي في النهاية وبعدها نخش على الأسئلة طبعا اليوم الحلقة راح تكون أبراج راح نشرح فيها بعض البيوت لا تواجد الكواكب فيها سعادتها ونحوستها طبعا القمر اليوم موجود بالسرطان هو في منزلة النثرة هي للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج ورح يمكث فيها طبعا لغاية الساعة 3.11 دقيقة ظهرا من ظهر يوم الجمعة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الطرف وهي للمضرة والمشاكل يعني بما أنه 3.11 دقيقة بنزيد عليها 3 ساعات يعني الساعة 6 مساء بتوقيت الأردن يعني أغلب النهار راح يكون في منزلة النثرة بعض الدول ممكن يلحقوا أن يكون ساعات المساء عندهم منزلة الطرفة وهي للمضرة والمشاكل طبعا القمر بما أنه موجود بالسرطان ما راح نحكي تأثيراته كاملة لأنه الكل صار حافظها ولكن هي فترة بتكون تنتبهوا فيها من حساسية الأطراف أنه الكل بكون حساس شوي فممكن شوي الانتقادات تأثر عليهم حاولوا أنكم ما تنتقدوا أحد بالفترة هاي الغيرة برضو بتكون موجودة عند الجميع ممكن تهتموا بمواضيع إلها علاقة بالزراعة نبتة أو شجيرة أو الانتباه لأطفالك أو الاهتمام برعايتهم في هذا اليوم أو أمور إلها علاقة بالبيت بالنسبة للزوايا الفلكية عنا زاوية وحيدة اليوم هي زاوية التزديس راح تكون إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون الساعة خمسة وسبعة وثلاثين دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر من ما هو غير متوقع اتجاه البعض طبعا الزاوية إذا ذكرتها معناته هي طيلة النهار بتأثر وبتظلها موجودة وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة حاولوا أنكم يعني ما تفرضوا وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاضروا من التصرفات العدائية حاولوا أنكم تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن تعانوا من الإرهاق النفسي ممكن تسمع عتاب أو دوم بسبب إهمالك أو بسبب كلامك الجارة طبعا عطارد بما أنه في البيت الثالث عندك وهو سعيد في هاي الفترة جيدة للاتصالات والمواصلات لا الإقناع للمشاركة في اللقاءات في الندوات سرعة البديهة عندك عالية جدا ومتيقظة وممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك الشمس برضو سعيدة موجودة في بيتك الرابع وهي بتخلي رؤيتك تتسلط على البيت أو اهتمامات عائلية بتكون موجودة عندك أو أمور مادية عائلية هي اللي ممكن أنها تظل مهتم فيها بالفترة هاي وفي بعضكم ممكن يهتم بمسائل العقارات أو الترحال أو التنقل أما بالنسبة للقمر بما أنه في البيت الرابع برضو فعشان هيك الفترة هاي بتركز على الأمور العاطفية العائلية والاهتمام بعواطف أهل البيت في نوع من أنواع الأفراح أو نوع من أنواع الاهتمامات برضو ممكن تسمع خبر سار أما بالنسبة للزهرة بما أنها في بيتك الخامس منتحسة فبدك تدير من أبالك من عواطفك لأنه شوي ممكن تخديك تنغر أو تفتعل أي شيء لأجل المتعة المريخ برضو في البيت الخامس بخلي سلوكك شوي يكون عنيف عندك حدية بالطباع عصبي جدا وممكن يسوء تعاملك ولا ياختك أثناء تعاملك مع الأحبة أو مع أحد الأبناء برج الثور ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات حاولوا تكونوا أكثر صبر على الطرقات هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان حاولوا أنكوا تعبروا عن رأيكم ولكن بهدوء ودون إثارة العدوات لا تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة ممكن اليوم ما تهدأ وطيرتك نهائيا طبعا الشمس برضو في البيت الثالث بيلعب محيطك يعني وخصوصا للأشخاص اللي حواليك إشي جيد بتنشط في أمور إلها علاقة بالأسفار بالتنقلات بالاتصالات قوة الملاحظة عندك بتكون عالية جدا عندك فضول فكري حابب أنك تتعلم أو تعرف أو تفهم أشياء معينة بتحظى بالشعبية وتقدير الآخرين أما بالنسبة للقمر اللي في بيتك الثالث بيخلي قدرتك وتنقلاتك ممتعة وبتستفيد من علاقاتك مع المحيط بشكل جيد عطارد في البيت الثاني برضو سعيد ممكن تسمع خبر صار بخصوص عملك وممكن تحصل على أرباح سريعة أو تقنع أشخاص بصفقة معينة أو تسترد بعض الأموال اللي بتعود لك فترة مناسبة للمعاملات التجارية أما بالنسبة للزهرة اللي في بيتك الرابع هي بتخليك شوي متقلب العواطف أثناء تعاملك مع أفراد البيت وممكن شوي تخليك تبعد درجة أو أنك تهمل شوي بأمور بيتية أو منزلية أو واجبات بتكون مطلوبة منك حاول أنك تنتبه من هاي النقطة ممكن من المريخ ايش تصير فيه نوع من أنواع الخلافات داخل المنزل أو تصير مشاحنات أو بعض الأعطال المنزلية برج الجوزة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من العمل الإضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له أو ممكن يحصل على هدية حاولوا تخففوا من النفقات ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض أو تحصل على التسوية اللي بتحلم فيها بتفتح أمامك أبواب الحوار والنقاش البناء بشكل جيد ممكن تبرر مواقفك بوضوح أو توضح أي سوء تفاهم عطارد في البيت الأول موجود عندك لآخر يوم لأنه رح ينتقل يوم الأحد أو لآخر أيام يوم الأحد رح ينتقل فبتظل فيه نوع الاهتمامات على المستوى العملي وأعمالك المهمة بتحاول أنك تنجزها بالفترة هاي وبتجد سهولة بمتابعة أمور إلها علاقة بالدراسة والتواصل أما بالنسبة للزهرة في البيت الثالث هاي بتخليك تبدو عاطفي زيادة عن اللزوم وبتجعلك تتلاعب بقلوب الناس اللي بيحبوك فعشان هيك بدك تنتبه الزهرة مكانها مش سهل فعشان هيك حاول أنك تكون حذر من النقطة هاي لأنه حساسيتهم ممكن تكون عالية جدا أما بالنسبة للمريخ اللي برضو موجود في البيت الثالث هاي بتخليك عدواني وبتسبب لك نوع من أنواع الخلافات وسوء التفاهم بدك تتجنب في الفترة هاي المشاحنات وانتبه أثناء بياتك للسيارة أو الاهتمام بالأمور الإلكترونية ممكن تصير بعض الأعطال أو بعض الأمور اللي تتطلب منك إنك تعملها صيانة أما بالنسبة للشمس اللي موجودة في البيت الثاني بتسهل عليك اكتساب الممتلكات المالية أو حل بعض الأمور المالية وممكن التحصيل على ترقية أو مساعدة أشخاص يساعدوك في مسألة معينة ولكن بدك تنتبه من التبذير أما بالنسبة للقمر القمر جيد جدا بيسهل أعمالك اليومية وممكن تحصل على بعض الأرباح أو تحل بعض المسائل المالية بسهولة برج السرطان أنتم مشحنون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم لا تترددوا في فرض وجهة نظركم بترتفع عندكم المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة بتحمل هاي الفترة تقدم وأخبار جديدة وبتعيد نشاطك لحياتك اليومية وتعتبر من أجمل أيام الشهر إذا استغلتها بشكل جيد طبعا اللي ما وصل عيد ميلادهم ما زالت الأجواء ضاغط عليهم ولكن أيام إن شاء الله والجميع بصير بخير الشمس في البيت الأول بتزيد من حيويتك وبتقوي وظيفة جهازك الهضمي بشكل جيد برضو بتكون متفائل كثير خصوصا لأجعيد ميلادهم بتمنحك الثقة بالنفس وبتسهل علاقاتك بالمحيط وبرضو بتجيك مساعدات بشكل أنت ما بتتوقعه أما بالنسبة للقمر بما أنه في البيت الأول فهي بتعطيك نوع من أنواع الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي عطارد بخليك تجد حلول للتخلص من المشاكل والصعوبات اللي بتعوقك أما بالنسبة للزهرة فالزهرة لأنها منتحسة بتخلي رغباتك شريهة وبتدفعك لطرق مشبوهة بالفترة هاي فبدك تنتبه من هاي السلبية وبرضو بتخليك تتجه لصرف الفلوس بدون حساب وهاي نقطة يعني شوي بتكون فيها نوع من أنواع التبذير أما بالنسبة للمريخ اللي في البيت الثاني فهاي بتخلي بعض الأشخاص يجازفوا في أمور مالية ممكن تسبب لهم نوع من أنواع الخسارة أو مشاكل بتصير ما بينك وبين رئيسك لأسباب مالية بدك تتجنب التبذير أو ممكن يصير فيه نوع من أنواع المشاكل ما بينك وبين أحد رفاقك بالعمل برج الأسد طبعا بيسيطر عليكم التعب لليوم الثاني أو تقريبا نصف يوم حاولوا انكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل العاجل اخلدوا للراحة القمر موجود في بيت المتاعب فبتكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر أو الفشل أو المرض خلال هاي الفترة بتفشل أعمالك في حصد النجاح وبيخيب أملك لتأجيل أو لإلغاء في اللحظات الأخيرة لبعض الأمور طبعا بالنسبة للشمس بما أنها موجودة في بيت المتاعب ولكنها سعيدة فهاي بزيد الميول عند موليد برج الأسد للأمور الروحانية وروح التضحية والإثار وطريقة التواصل يعني بكون هيك عندهم اهتمام بالغيبية أما بالنسبة للقمر اللي موجود في بيت المتاعب فهو سعيد فعشان هيك ممكن تكون في بعض المساعدات تجيك مفاجئة في ظروف صعبة وتتجاوز مخاوف مائلها أي أساس أما بالنسبة للزهرة اللي موجودة في البيت الأول منتحسة فهي بتخليك شوي تكون طائش في رغباتك ورغباتك هي بتكون شرهة ممكن تفسخ علاقة بسبب تقلب عواطفك وبرضو بتخليك تتجه للأمور المالية بشكل سلبي أو التحايل أو حتى الإسراف أما بالنسبة للمريخ في البيت الأول بتكون سيء المزاج نافذ الصبر متلهف ممكن يسبب لك هذا نزاعات مع محيطك ممكن برضو نقول لك أنه حاول أنك تتجنب الإفراط في كل المسائل الإفراط بالأكل، الإفراط بالحركة، بالعصبية كلها هاي بدك تنتبه لها أما بالنسبة لعطارد فهو في بيتك الحادي عشر يعني في بيتك 11 في بيت الأصدقاء فهو جيد ممكن تتعرف على أصدقاء جدد أو تتلقى أخبار سارة من أصدقاء بيقيموا بمكان بعيد وممكن تقوم بمشاريع أو لقاءات فكرية مع الأصدقاء برج العذراء بتنشطوا اجتماعياً وتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أهم شيء تتجنبوا انتقاد أحدهم بناسبك العمل مع مجموعة من الزملاء أو الأهل أنت بحاجة للتحالفات ممكن تفرح لتفهم الآخرين لإلك وممكن تحصل على تأييد وتشارك في ورشة عمل أما بالنسبة للزهرة بما إنها موجودة في البيت الثاني عشر له بيت المتاعب فممكن تعرضك لبعض المشاكل بسبب الغيرة أو أمور لها علاقة بفسخ علاقة أو تهديد علاقة معينة أو حتى يعني أنه أمور اللي هي احنا بنسميها بلغتنا اللي هي الشك من الخداع والشغلات اللي زي هيك أما بالنسبة للمريخ في البيت الثاني عشر بيزيد عنفك وفضاتك في التعامل مع الآخرين بدك تحذر عطارد في البيت العاشر طبعا هنا ممكن تسمع خبر جيد بخصوص وضعيتك المادية وهي فترة مناسبة للتواصل مع أشخاص دون نفوذ أما بالنسبة للشمس اللي موجود في بيتك الحادي عشر تتمكن من تحقيق مشروع أو أمنية بمساعدة أشخاص دون نفوذ وعلاقات جيدة مع الأصدقاء القمر في بيتك الحادي عشر برضو سعيد علاقات الصداقة بتكون جيدة وبسودها نوع من أنواع التقدير والثقة المتبادلة مرج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم هذا يوم مناسب للي بيبحث عن عمل ممكن تشعر وكأنه محيطك المهني أو الإجتماعي ما بيتعطف أو بيتعاون معك أهم شيء أنك ما تخشى المواجهة والمنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح ممكن يكون فيه نوع من أنواع التوتر عطارت بما أنه في البيت التاسع سعيد فهي فترة مناسبة للسفر والمراسلات والاتصالات والقضايا القضائية وربط العلاقات أو التعامل مع الغرباء برضو يعني أمورها جيدة على مستوى الفكر وعلى مستوى الإقناع الشمس في البيت العاشر برضو سعيد وهاي ممكن تخليك تحقق نجاحات بمساعدة رؤسائك بالعمل أو أشخاص ذو نفوذ ممكن برضو تحصل على ترقية أو منصب أو تجتمع في لجان مثلا تكون كبيرة أو ذات منصب وتحظى بثقة واحترام وتقدير الآخرين أما بالنسبة للقمر بما أنه في البيت العاشر فهي بتحظى بشعبية وبتكون الأعمالك كلها سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح شخصي أما بالنسبة للزهرة اللي موجودة في البيت الحادي عشر وهي منتحسة بدك تدير بالك من بعض الأشخاص اللي بيدعوا صداقاتك أو صداقتك وبيحاولوا خداعك أما بالنسبة للمريخ فالمريخ في بيتك الحادي عشر برضو بدك تتجنب الدخول في جدال مع بعض الأصدقاء أو تحتد في بعض المسائل برج العقرب ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة حاولوا أنك تكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيش أجمل اللحظات وأكثرها حظاً وبتختفي المنافسات والعدوات وبتسهل عليك جميع التحركات في هذه الفترة أهم شيء أنك ما تقف ساكن وحاول أنك تتحرك الشمس موجود في بيتك التاسع سعيد جداً وهذا بزيد ذكائك وطموحك وبيكون فيه نوع من أنواع الكرم والتفاؤل في هذه الفترة وبرضو بتساعدك في أمور السفر وأمور القضايا القضائية وحتى على مستوى الدراسة الجامعية القمر برضو في البيت التاسع يعني برضو سعيد بيخلي فيه نوع من أنواع الأحلام بالسفر أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو علاقة عاطفية بتبدأ من خلال إما مثلاً جمعية جامعة سفر أشخاص خارج البلاد بتتطور العلاقة العاطفية ما بينك وبينهم أما بالنسبة لعطارد اللي في البيت الثامن وهو سعيد بتجد حلول سريعة للتخلص من الديون أو النفقات المالية وممكن تنشط ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالديون القديمة بتحاول أنك تحصلها أما الزهرة بما أنها في بيت السمعة بيتك العاشر ومنتحسة فأي بتخليك تكون شوي أناني في علاقاتك ممكن تعرضك لبعض خيبات الأمل ممكن تضرر نفوذك وسلطتك وممكن تعرضك لبعض الانتقادات في محيطك أما بالنسبة للمريخ اللي برضو موجود في بيتك العاشر بتزيد عدوانيتك وإندفاعك أهم إشي أنك ما تخالف القوانين وما تجازف وما تتهور في هاي المرحلة برج القوس بتنهمكوا في أمور إلها علاقة بضبط شأنكم المالية المشتركة ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض اتصرف بدون تباطؤ لتصحيح الأوضاع ولإعادة بعض الأمور لنصابها حاذر من مخالفة القوانين والتعليمات ما ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن اليوم تعالج موضوع مالي أو موضوع إداري طبعا الزهرة بمأنها موجودة في بيتك التاسع ومنتحسة فهاي ممكن تدخلك في مغامرات عاطفية بتلحقك منها بعض الأضرار خصوصا مع أشخاص غريب عنك يكون أو من خارج البلاد أو أجنبي أو ممكن تعرف صعوبات بتحول بينك وبين تحقيق مشاريعك أما بالنسبة للمريخ فهو في بيتك التاسع اتجنب التعامل مع الغرباء وكذلك أمور إلها علاقة بالسفر والتنقلات البعيدة وممكن يصير خلاف حد ما بينك وبين شخص في مكان بعيد أو تسمع خبر مزعج الشمس في بيتك الثامن سعيدة زيادة في الأرباح بتعملك عن طريق شراكة أو عن طريق زواج أو تركة أو من زوج مثلا كما بيزيد اهتمامك بالمواضيع الروحانية أما بالنسبة للقمر اللي موجود في البيت الثامن بيزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية وأمور أساساً إلها علاقة بالأشياء القديمة أما بالنسبة للعطارد بتكون علاقتك مع زوجتك أو مع شركائك جيدة بالفترة هاي عند قدرة للمصالحة وممكن عند قدرة كمان للتعامل بالعاطف والمودة والإقناع فترة مناسبة للتسويت الخلافات والنزاعات والأمور بتكون لصالحك برج الجديد بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة هاي فترة متوترة وممكن تتورط في أزمة ما ممكن تضطر للإبطاء بمسار معين أو بمسار بعض الأمور والخطوات أو تغير نمط معين أنا ما عندي أي مشكلة في هذا الموضوع شايف أنه تغيير جيد في بعض الأوقات أهم إشي أنك ما توجه انتقاد لأي أحد طبعاً ليش التوقعات هيك؟ لأن القمر مقابلك تماماً وهذا بعطيك إيجابية على مستوى الشراكة ولكن بيسحب من طاقتك فبعطيك أمور سلبية أما بالنسبة لعطارد اللي موجود في البيت السادس فهذا بيزيد من نشاطك على مستوى العمل وعلاقتك مع زملائك بالعمل أو بيخليك تنجز كثير من الأعمال لأنه عندك حيوية وعندك طاقة عالية جداً أما بالنسبة للزهرة الموجودة في البيت الثامن ما هي منتحسة؟ ممكن تبالغ في ملذاتك الحسية وبرضو تدخل في أمور إلها علاقة بأشياء غيبية بشوي يعني بدك تكون حذر منها وهذا الإشي ممكن يخلي في نوع من أنواع الخصومة أو يعرضك لنوع من أنواع الوشاية أما بالنسبة للمريخ في البيت الثامن فهو منتحس وهذه بتخليك تتميل للقيام بمجازفات بدون ما تدرسها صح بتعرضك لمشاكل وخصوصاً مشاكلها يبتيجي على المستوى النفسي وعلى مستوى عملك أما بالنسبة للشمس الموجود في البيت السابع لا إلك فهو أنا بمأنها سعيدة فبترغب بالقيام بدور اجتماعي مهم وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بموضيع الشراكة المالية أو عاطفية وهي فترة مناسبة لتحسين العلاقات الزوجية أو مع الشركاء القمر في بيتك السابع سعيد علاقاتك الزوجية والعائلية وأمورك مع شركائك بيسودها نوع من أنواع الإنسجام والتوافق برج الدلو بيتراكم العمل عندكم ولكن بتكون تحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم لا تدخلوا في مواجهة مع زميل حاذروا من تراجع صحي غير من أولوياتك إذا دعت الحاجة وحاول إنك ما تعاند باكر للعمل تفادي لأي تأخير في أعمالك طبعا الشمس موجودة في بيتك السادس هي سعيدة بيزيد حبك للعمل وممكن تبدو الجهود تكافى عليها وبتحتاج لتجديد محيطك وهذه فترة مناسبة لإجراء تغيير على المستوى المهني القمر في البيت السادس سعيد بتتمتع بالصحة والحيوية وبرضو بتعمل نوع من أنواع التسهيل بتطبيق أعمالك الروتينية أو الأعمال المنزلية وبرضو على مستوى أعمالك جيدة أما بالنسبة لعطارد بما أنه في البيت الخامس فهاي بتخلي علاقاتك تكون منتعة وبكون لها نوع من أنواع الأثر الطيب على حياتك العاطفية وممكن تقضي أوقات منتعة مع أحباك هاي فترة منازبة لتحقيق نجاح فكري أو أدبي الزهرة في البيت السابع منتحسة هاي بتخليك شوي تحب المديح والإطراء أكثر ولكن ممكن هاي تسبب نوع من أنواع المشاكل على المستوى العاطفي لأنه عواطفك بتكون متقلبة أما بالنسبة للمريخ في البيت السابع فهاي بتخلي فيه نوع من أنواع النزاعات في المنزل أو بتخلي نوع من أنواع الحدية بالطبع يعني خلت الضغط يصير من الزهرة ومن المريخ على مستوى الشراكة بتخلي فيه شقاق أو نوع من أنواع المشاكل ما بينك وبين شركاء المال والعاطفة برج الحود ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن هاي الفترة يتقدم لك فرصة مناسبة لمصالحة أو لتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدراتك على استيعاب الأمور أيضا جيدة جدا هاي فترة إيجابية طبعا الخوف بس بيجي من الزهرة والمريخ اللي اتنين موجودات في البيت السادس ومنتحسات فعشان هيك الزهرة شوي بتخليك تكون عندك وسواس أو خايف من المرض أو بتتوهم أمراض وبرضو على المستوى العاطفي بتخليك تتظاهر بنوع من أنواع المحبة لأنه مودتك شوي بتنقصها الحرارة يعني بتحاول أنه أنت تجامل على المستوى هذا أما بالنسبة للمريخ فهاي شوي ممكن تعرضك لأشياء لها علاقة بالالتهابات أو الجروح وبرضو بتخلي نوع من أنواع الحدية بالتعامل مع الأشخاص اللي بيشتغلوا معك أو في مدان العمل أما بالنسبة للشمس بما أنها في البيت الخامس فهي قوية جدا مع وجود القمر فبتمنحك تقدير الجنس الآخر وبتحقق النجاح في بعض مشاريعك أو أرباحك عن طريق المعاملات العقارية وهذه فترة مناسبة للتسلي والترويح عن النفس والقمر برضو في البيت الخامس وسعيد وهذه فترة حظ تعطيك بقوة للتواصل مع علاقاتك العاطفية أو مع الأبناء أو إقناعهم بشيء معين وبتعرف هاي الفترة نوع من أنواع البهجة بشكل جيد عطارد في البيت الرابع سعيد فهي بتخليك تسمع خبر أو بتجيب لك خبر جيد مفرح بخصوص العائلة أو أحد أفراد العائلة فترة مناسبة لتغيير محل الإقامة أو القيام بمشاريع متعلقة بالمنزل أو بالمنازل فعشان هيك برضو هاي النقطة بدك تهتم فيها وصلنا للأسئلة وسؤال وجواب خلينا نشوف معنا مجموعة من الأسئلة اليوم ولكن قبل ما ندخل على الأسئلة عندي تعليق على يعني هيك على بعض الأشخاص اللي مثلا بيستفزهم لما بكون أنا أحكي أو بالعمل أو علاقتك مع الأصدقاء أو في مجال كذا أو فبيضل يكتب أو أو يعني أنه مش عاجبه يعني ليش بتحكي أو لازم أحكي في مجال العمل ومجال هذا ومجال هذا ومجال هذا بعدين الناس تقول لي إيش هالتناقضات اللي أنت بتحكيها أي وحدي فيها أنت بس بترمي حكي بالله ما هو يا محترم أو يا محترمين اللي علقوا فيها هاي لما أنا بحكي أو لأنه في ناس بتشتغل أو الناس قاعدة في البيت مرضى أو الناس يعني في عندها مشاكل مع زميلها في العمل أو هذا البيت لما تفهم أنت البيت شو مضمونه وبتحكم في إيش فتلقى إن بدك تقول أو يا للهول خلينا نروح على الأسئلة بالنسبة للسؤال الأول هو من صديقنا أحمد أحمد بسأل بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أنا بدي أسألك عن معلومات أو بشكرك عن معلومات اللي بتقدمها وأنا أحد متابعيك من المغرب تحياتي لكل الإخوة في المغرب العربي وأيضا في كل دول العالم لو كان ممكن من فضلك عندي سؤال عندي بنت مريضة بالصرع الله يشافيها عانيت بسببها الكثير ذهبت فيها لعدد كبير من الرقاط ولم نجد لها علاج هي من موليد مدينة طنجة هذه مدينة طنجة أنا درست فيها للعلم عشر واحد 1995 على ساعة 12 الظهر سعيدني بارك الله فيك أخي سعيد بارك الله فيك وفعل ما وبرك الله فيك يا حبيبي والله يشفي لك إياها يا رب أنا بدي أشرح لك أول إشي عن مرض الصرع مرض الصرع نوعين نوع روحاني ونوع مرضي اللي هي كهرباء زيادة على الدماغ لأنه هذا تخصص الطبي فما أبدأ أحكي معك لا بمصطلحها طبي ولا أبدأ أحكي لك أقعد أتفزلك عليك وأرفع لك إياها وأحكي بالفرنسي شوي وأحكي لك بالإنجليزي شوي عشان ما أخربط الدنيا كلها والناس تطلع مش فاهمة فأنا أبدأ أشرح لك إياها بلغة مبسطة كهرباء زيادة على الدماغ هاي بتيجي من الولادة عادتين بتيجي نوعين نوعي بتيجي بسبب نقص أكسجين على الدماغ ونوعي بتيجي هي أساسا خطأ في كيميا الدماغية بتسبب نوع من أنواع اللي هو الصرع أو نوع من أنواع النوبات الآن عشان تميز ما بين الروحاني وما بين المرضي طبعا الرقات بهمه أنك أنت تروح عليه إن شاء الله هذا المرض شو ما كان يكون المهم بالنسبة لإله أنه عنده حالة بده يعالجها ويبيعك الزيت أو يبيعك الخلطة هاي وبضربه وبتفه وبعمل مئة ألف قصة يعني سيئة المرض الروحاني هو صرع بيجي حالات إغماء تشنج مع تكشف يعني بنزع ثيابه المريض أو بنطق بكلمات بتكون مع شد الأطراف بصير يحكي بلغة غريبة جدا هذا اسمه صرع روحاني هذا إله علاج روحاني الصرع المرضي هو الصرع اللي بتشنج وبصير يعض على أسنانه وبصير يزبد أو ينزل منه لعاب وهذا عادة بتجيهم في حالتين إما في حالة الزعل وهو ماشي عادي أو بيجي وهو نايم يعني بتجيه حتى وهو نايم هذا هذا مرضي الروحاني علاجه سهل والمرضي علاجه سهل إذا التزمت بالطب يعني بدك تروح على طبيب أعصاب عشان الطبيب الأعصاب هذا يعطيك أدوية الأدوية هاي وظيفتها مش تعمل تهدئة يعني الناس بتفكر إنه هاي مهدئات هاي مش مهدئات هاي بتعدل الكيميا الدماغية وبتعمل عملية تحبيط للنوبات الكهربائية لزيادة هاي اللي بتعمل التشنج هذا الدواء بده تأخذه طول عمرها طيب نكتيج تقول ما هي بنته حرام وهذا هذا تخلف المجتمع الشرقي أو العربي إنه هاي البنت دولوا عنها مريضة هي فعليا هذا المرض طالما هي بتأخذ العلاج بتتجوز وبتخلف وبتعيش وبتدرس وبتصير ناجحة جدا في حياتها أكثر من الإنسان الطبيعي لأنه هاي عندها تيقض أساسا بأعصاب الدماغ وعندها قدرة على الاستيعاب أكبر مما تتخيل فعشان هيك خذها على طبيب أعصاب الدماغ إذا أكيد أنا متأكد أنك أنت أخذتها وعرضوا عليها أدوية مثل الدبكين أو أنواع أخرى على أساس أنه يعادلوا هاي الكيميا في الدماغ عندها بعديها بتبطل تيجيها النوبات هاي نصيحتي لا إلك سؤال من رانيا الله يسعدك دكتور ويسعدك أرجو الرد عشان أنا كثير باحترم رأي حضرتك عندما أسمع الأوراج وأشوف أنا مثلا أنا اليوم لا يوجد حظ فبقيت خايفة والشكوك بتدخل يلبي في كل تصرف بأخذه اليوم هل دا معناه أنه أنا كده بعمل تأثير سلبي على حياتي وإني بخالف شرع الله في إني بخاف من الغيب بالزيادة وأنا مركزي بالزيادة في معرفة الغيب بحاول أوجد مبررات لسوء حظي طيب أنا بدي أجاوبك الآن هذا كثير ناس بتتعرض لهاي النقطة وخصوصا لما بتعمقوا في البداية في الأبراج فبصير عندهم خوفي كثير في هاي المسألة فبصيروا يربطوا حياتهم بتوقعات اللي بتنحكى أولا هاي التوقعات توقعات عامة يعني أنا بحكيها لكل موليد البرج إن كان حمل أو تور أو أو إلى ما لنهاية فهي لكل برجه فبصير فيها أنا بنسبة 60-65-70% بعد مرات ممكن تيجي مع بعض الأشخاص 100% ولكنها هي أنا بكون عارف إنه هي نسبتها يعني ما بين 60-70% وذا وصلت للنسبة هاي فأنا واو يعني كبير في توقعاتي والله أكبر مني طبعا فعشان هيك دائما أنت خذ التوقعات وخذيها نوع من أنواع الاحتياط يعني بمعنى آخر لما بحكي ما تعصبوش ما تعصبوش ما تنتقدوش ما تنتقدوش انتبهي أثناء قيادة السيارة يعني حاولي إنك أنت تحتاطي أثناء قيادة السيارة إنه ما تزيد السرعة فقط لا غير أما إنك أنت أقول إنه مثلا اليوم خالي من الطاقة فأنت تعزل حياتك وتروح تقعد في البيت على أساس أنه خلص ما هو ما فيش طاقة خليني قاعد في البيت لا هذا كلام غلط أنت بتطلع ولكن ما بتجهد حالك أنت بتتحرك ولكن حاول أنك تكون دقيق الأمور اللي بتقدر تأجلها أجلها الأمور الإطرارية اللي مفروض عليك تعملها اعملها ولكن دقق بتفاصيلها هاي أمور الأمر الثاني إنه هل إنه الشخص إنه أنا بحاول أجد مبررات لسوء حظي كل البشر مش أنت لحالك كلهم كلهم قاطبة بحاول يجد الخطأ في إشيء آخر عشان يعلق عليه خطأه يعني ما بيبحث عن الخطأ داخله يعني ما بيجي بيعترف بقول أنا غلطت بكذا أو أنا هذا التصرف غلطت فيه فعشان هيك يبدأ أتحمل عواقبه دائما إيمتي بيعترف في هاي لما يتمشي الدنيا بالآخر هيك فآخر المطاف بفكر في هذا الموضوع ولكن بالبداية لا ما هو الحاج مش علي الحاج عليها هي الحاج على صاحبتي على أختي الحاج على المدير الحاج على الموظف الحاج على الكتاب الحاج على الورج الحاج على الدراسة الحاج على الجامعة الحاج على الامتحانات يعني بدي الشماعة اللي يعلق عليها فإذا ما وجدت بروحوا في بعض الأشخاص بيدوروا على الروحانيات إنه الحاج ممكن على السحر لا الحاج على الجن الحاج على الشيطان الحاج على مش عارف مين وهو اللي خلاني أعمل هيك وفي النهاية أنت بتكون عامل الشيء وبرضاك بس أنه أنت ما بدك تعترف بخطأك الأفضل أنه أنت تعيشي حياتك بطولها وبعرضها بسعادتها وبنحاستها ما تضيعي على حالك يوم شو ما كان اليوم هذا خدي هاي التوقعات نوع من أنواع الدليل لإلك استغل الأشياء الإيجابية وإحذري من الأشياء السلبية ولكن لا تخليها تتحكم في حياتك لأنه بإيدك أنت تغير التوقع هذا بإيدك أنت لما أنا بقولك اليوم فاشل للعمل وإنت كنت ذكي في هذا اليوم وقدرت تدور الأمور ممكن تأجل العمل للوقت اللي بناسبك وتنجح فيه وممكن هذا اليوم تجيك فرصة غير متوقعة وأنا ما توقعتها وتستغل ليها وتيجي معيك وتكون مية في المية فنصيحتي اسمعي كلامي سؤال من براء صباح الورد دكتور صباح الفل في أي وقت من ساعات الليل يقال عليه هذا حلم وكم يستغرق ووقت الحلم بالنوم وفي أي وقت يقال عليه هذه رؤية وكم يستغرق الوقت وكيف يتكون الحلم لأنه أنا أكثر أحلامي تتحقق وصرت أخاف من نفسي وأخاف أحكيها لحد أنه إن كان خير أو غير خير وشكرا ندعي لك من كندا ونحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه الله يجزيك على المعلومات العظيمة اللي نورتنا وفتحت عقولنا يا ربي شافيك ويعافيك اللهم أمين وكل مرضى الإنسانية طيب أول إشي بالنسبة للحلم أو الرؤية مدتها لا تتجاوز تواني يعني هي بالواقع عبارة عن تواني معدودي جدا الحلم هذا اللي الواحد بينام بحس حاله طول الليل بيحلم فيه وبصحوه بيحلم فيه وبرجع بينام بيكمل الحلم هو عبارة عن أجزاء من الثانية بيحلمها إذا صحيت ونمت بتحلم أجزاء من الثاني فأنت بتفكر حالك طول الليل وانت في الحلم هو عبارة عن ثواني هذا واحد الفرق ما بين الحلم وما بين الرؤية الحلم عادة بيجي بأشياء إما تتحدث فيها أو بتفكر فيها أو أشياء بتحلم أنه تصير معك يعني بتتمنها فعشان هيك بقولوا اللي بيكون على بالك بتحلم فيه بالليل ماشي؟ هذا نقطة الرؤية بتيجي كأنك بتعيشها وعادة الرؤية بتيجي بالليل ما بتيجي بالنهار ليش؟ لأنه الليل يعني وطئته بتكون جيدة للمنامات النهار بتكون مش دقيقة إلا إذا كان الشخص يعني فيه إليه رسالة محددة تيجيب من شخص معين بيجيب ببلغ الرسالة والرسالة فورا بتكون محققة يعني بيجيب وقوله روح على المكان الفلاني في المكان الفلاني في كذا بتروح أنت بتفتح المكان هذا بتلاقي الإشي اللي هو ذكره أو اذهب للشخص الفلاني وقوله كذا وكذا وكذا بتروح أنت بتقوله كذا وكذا وكذا هو برد عليك الجواب أو اطلب منه كذا فهي اسمها رسائل هاي بتيجي بالنهار الرؤى عادة بتيجي في ساعات الليل ودائما الإنسان بعيشها وبيتعمق فيها بشكل عالي جدا لدرجة أنه ما بيقدر أنه ينتبه أنه هو صاحي ولا نايم كأنه هو صاحي فيها وبصحة بيكون حافظ كل تفاصلها إذا كان عندك هاي النعمة أنك أنت بتشوف الأحلام وبتتفسر معاك فهاي نعمة من الله مش نقمة ما تخافي منها يا ربنا بيكون بهيئك فالرؤية الصادقة هي بضع درجة يعني درجات من درجات النبوة ودرجات النبوة سبعين فأنت على أول درجات ما أبدأ أقول بدك تصيري نبي لا ولكن أنه هاي يمتاز فيها الصالحين وإن شاء الله أنك تكون منهم فعشان هيك حاول أنك تطوريها حاول أنك تفهميها حاول تكتبيها حاول تفهميها بسرعة وكل ما زادت طاختك بمعرفتها أكثر كل ما صارت الرؤى تيجي أبسط وأسلس وإلها دلالات أكبر وحاول أنك دائما تبشري وما تنفر الناس أو تخوف فيهم من هاي الأحلام يعني الإشي اللي فيه بشرة بلغي الإشي اللي فيه مخافة أو خوف أو رهبة أو أذى أو مرض أو موت أو هذا حاولي أنك يعني تقولي إن شاء الله خير يعني إن شاء الله أنه فيه خير في الحلم يعني حتى لو بتقولي في هاي الكلمة براءة بتسأل كمان سؤال هل التبرع بأعضاء الجسم بعد الموت حرام يا للهول يا براءة ليش؟ مين حكى؟ أساسا هذا الحلال شو فيه؟ هذا الحلال بعينه أنت متخيلة شو يعني واحد يتبرع بأعضاءه أنت ما هذا جسد مات خلص انتهى راح ما لك علاقة فيه هذا بدي يتحلل وروح في تراب كله كان فيك كان في غيرك في النهاية كله بدي يصير تراب ماشي؟ هذا واحد فالناس بتخاف منها بتقولك يروح عيني وتروح الكلوي ويروح المش عارف إيش وهذا أنت مش حاسس أنت ملكش فيه هذا الإشي انتهى بعد الموت خلصنا ولكن أنت بتعرف عظم الأجر اللي أنت بتعمله من صدقات أنت لما تتبرع بأعضاءك خصوصا لما تيجي أنت تتبرع بالقرنية لشخص ضرير ببحث عن النظر وتيجي منك أنت وتخليه يشوف ويبصر الحياة أو من شخص على فراش الموت من وراء قلب ويأخذ قلبك أو كلوتك أو هاد شو هاي الأشياء ممكن تعمل لهذا المخلوق اللي بتعذب العذاب الأكبر أنت تيجي تنجده في هذا الموضوع فهذا أجر عظيم وين الحرام في الموضوع؟ أوعي أوعي تردي على هذا الموضوع أنا قبلك عامل هذا الإشو كاتب فيه كتاب إلي يعني أنه في حال أنه رحت يشقفوني بديش شي هذا إذا لقوا إشي صالح يعني إن شاء الله يستفيدوا منه أما بالنسبة لموضوع الاستنساخ الاستنساخ هذا نظرية وهم بجروا تجارب عليها ولكن هل راح تنجح معهم؟ ما هو إيش الاستنساخ؟ هو خلية من خلية يعني خلايا من خلايا فهم ما خلقوا شيء ولا عملوا شيء هم أخذوا الخلية إذا هم يعني إذا هم بدهم يصيروا بقدرة خالق والعياذه بالله يخلقوا الخلية نفسها نفس الخلية هاي نواتها وتكوينها وانقسامها الروح في الخلية نفسها بيقدروا يعملوا ما بيقدروا فهم أخذوا إشي حي وزرعوه كاثروا فقط لها غير يعني ما عملوش هالإشي الواو بالنسبة للعلم يعني معروف هذا الإشي هو واو لعقول الناس ولكن للعلم يعني للعلم مودين لما تخلطيهم في بعض هو ما عمل شيء هو أخذ من عندي الله وحط هيك لله وخلصنا الله يساعدك يا رب سؤال من هالا سعادة لقلبك دكتور وإلك يا رب ولكل المستمعين ولكل أحباك هل يفقد الشخص حظه إذا نودي عليه باسم الدلع وليس باسمه هلا أنت جبت لي إشي يعني هيك كنز كنز عشان أفش غلي أنا يعني واحد بكون مسمي ابنه محمد بيروح بنادية ميمي من محمود يعني من شخص محمود دي يأخذ من صفات اسمه بصير فجأة اسمه ميمي أو مودي يعني دلع خسف المعنى للإسم تتخيلي أنه هو اسمه رح يأخذ صفاته لا هو رح يأخذ صفات الدلع تاعته شو بده يصير فيه وغيره وطاطا ونانا وبابا وإيئي وجيجي وهوهو وهاها كلها عشان هيك أسماء الدلع هذه دمرت الأسماء دمرت معاني الأسماء وطاقت الأسماء على الأشخاص وهي خربت في الأشخاص والناس بتفكر حلا إيش يعني واو زيك يا حبيبي خللي آخ يا هلا فعلا سؤالك جميل لا لا دلع ولا هيدا كان الاسم يعني مثلا مولودي مثلا اسمها في شهات الميلاد نجلة وندوها يا رشا وصار اسمها رشا اسم شهرة لكن اسم 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 مش أحرف ماشي فهيك بكون هذا ممتاز بس إذا يعني نخسف الاسم هذا يعني كان الاسم هذا يعني بدناش نكمل في الموضوع بلاش هسه أشخاص يكونوا بتنادوا بالأسماء هاي و الله يساعدك يا رب ضحكتيني من قلبي والله ما أبدأ أضحك لك الضحك الشريرة معلش خليني أضحك الضحك هاي طيب من سراج يعطيك ألف عافية دكتور إذا سمحت اتفيدني سألت عن برجي ويالولي أرقامك بتعارضك لقطوعات ومشاكل صحية وفشل في الدراسة والعاطفة استنق والله أنت يا سراج بدي أضحك لك ضحك شريرة شو يا لا إله إلا الله يا للهول يا للهول شيء عجيب والله يا سراج يا حبيبي هذا التخلف عند البشر خلهم هم يقولوا لك هيك خلنا نشوف ماشي أول إيش يا سراج أول إيش إيش وفشل في الدراسة والعاطفي اسمي سبيل اسمك رائع يا سر يعني اسمك لحاله رائع جدا ماشي وتاريخ ميلادك 13.4.2001 الساعة 2 أو الثانية 10 إلا ربع طيب بدي أجاوبك أنا مجموع أرقام تاريخ ميلادك لما تجمعها 3 زاد 1 زاد 4 زاد 1 زاد 2 ماشي بيطلع الناتج عندك رقم اثنين ورقم اثنين بدل على القمر يعني القمر أحد النيرين الشمس والقمر هذا لحالها هاي سعادة ماشي هاي واحد طيب واسمك اسمك سبيل نأخذ حرف السين ستين اكتب اكتبوا عشان تتعلموا هاي النقطة حرف السين ستين وحرف البا اثنين وحرف الياء عشرة وحرف اللام ثلاثين ستين زاد اثنين زاد عشرة زاد ثلاثين بساوي مية واثنين يعني في النهاية بنجفر المية واثنين هاي نحولها لرقم صحيح الصفر بروح بصير عنا اثنين زاد واحد يعني ثلاثة يعني المشتري ايش يا ايش يا سبيل شفت ليش اضحكت الضحك الشريرة شفت ليش انا اضحكت طب من وين بدتي جهة كل الكلام اللي انحكى انت برجك حمل قيادي قيادي قائد تاجر تردش على الكلام هذا ثق بنفسك اكثر وقبل ما تثق بنفسك ثق بالله اكثر بتلاقي الامور مشت معك احسن سؤال من مدى القمر حلوة هاي الحلقة فيها الاسماء طبعا كل الحلقات مشوقة وما فيه احلى منها تسلمي يا عزيزتي يا ريت كل حلقة يكون فيها قسم عن الاسماء هاينا ما حكينا شوي عن الاسماء او تصنيف الحروف الابراج المناسبة وعلى اساسه نختار الحروف للابراج ان شاء الله رح ارتب هذا الموضوع مثلا الابراج النارية نحاول نقلل الاحرف النارية او عادي تكون فيها والله يشوف لا هذا هذا موضوع شوي كبير فبتمنى انه ناجله للحلقة الجاي عشان انا اشرح هذا التعليق تحديدا اللي هي كيف نختار ما بين الاحرف وال الاحرف بطباعها وما بين الاسماء وكيف نتلاعب فيها عشان نسق الشخصية الشخص ان شاء الله رح اجاوب على هذا الموضوع وخلينا الحلقة الجاية اول سؤال سؤال من داريا استاذ اتمنى تقرأ تعليقي ويكون سؤالي بعيد عن الفلك رح ابعد لك عن الفلك نهائيا لماذا عندما لا ننتظر الشيء يحدث ويجي لحد عندك وعندما ننتظر لا يحدث غريب جدا لا مش غريب او عشان انا ما بدى احكي في الفلك ماشي بدي انا اعلمكم السر في هذا الموضوع ليش هاي الشيء لما انت بتتمنى هذا الشيء ما بصير او بتعطل وبتأخر ولما ما بتتمنى بترمي برجلك هيك برجع لك وبيجي بحضنك وبصير مشان الله خذني خذني باي طريقة بس ليش اول شي بدى اقرأ ايتين من القرآن الان انت مسلمة مش مسلمة هذا كتاب من كتب الله عز وجل ولا بد الا فيها حكمة معينة فمنوخذ احنا الحكمة من دلالة الاية فهي الاية شو بتقول الاية الاولى من سورة الحديد اية اربعة عشر ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الامان وغرتكم الامان حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور وغرتكم الامان بدنا نشوف بتنطورنا في ايش ماشي منيجي على سورة سورة الحج اية اثنين وخمسين وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم شفتي ليش لانه لما بيجي الانسان بده يتمنى شيء وهذا الشيء بكون هو بمتلهف له مباشر الشيطان بتدخل مباشر الشيطان بيخليك تنغر بهذا الامر فعشان هيك هذا الاشي بتعطل وبصير الشيء ما له مجال انه يوصلك ولكن لما ترمي انت وتتكل على الله وفي نفس اللحظة ما تعطي اهتمام الشيطان ما رح يتدخل فبيجيك شفت انت كيف الفارق كيف تلعب في هاي المسألة فهي مجرد ما انك انت نفسي خلاص سلامتك اميتي يا ربي يصير هذا الاشي بابتلاقي الامور كلها اتنيلت وعمره ما بيجي فعشان هيك دائما لا تتمسكوا بشيء وتركوها على الله تجيكم سؤال من فضلك انا دلو طلعي حمل اه انا اليوم الاربعاء اصعب يوم ناقص طاقة ولكن لا افهم لما تقول لا افهم لما تقول انه الدلو يوم جميل بيكون دائما عكس ذلك ولما يكون القمر بالدلو بيكون بكون مريضة وليش عادي جدا لانه من المفروض انك تعرف يطالعك او طالع اسمك اقل ما فيها وتشوف انت التكوين تبعك ممكن انت مولود في ساعات الصباح يكون طالعك الحوت مش الدلو فعشان هيك بيكون لما بيجي على الدلو اساسا بيكون بيت متاعب الطالع عندك وطالعك هو الغالب عليك فعشان هيك بتكون تعباني اهي بسيطة جدا هي مسألة الطالع اللي بتنعرف من تاريخ الميلاد وساعة الميلاد عشان نحددها او حتى من اسمك ممكن انت تحددي ممكن انه اسمك واسم الام مع بعض يعطيك انه فيه كوكب او برج هو اللي بتحكم فيك ويكون معارض لبرجك بس واعتقد انه هذا رح يكون اخر سؤال اشوف اه لا هو اخر سؤال رح يكون اه السؤال هذا بد يكون من دانيا دانيا جميل محشوم دكتور الفاضل اه انت بتمون علينا وبعتبك ومنقدر تعبك وايانا اه الله يجازيك كل خير دكتور عندي سؤال انا مشغولة والله ما عندي مجال انت الوحيد اعملك لايك وما عندي وقت بعض الاحيان اسمع الحلقة لضيق الوقت عندي انا اعتذر منك وارجل رد على سؤالي هل الولادة القيصرية مناسب لبرج الجدي العشرية الثانية يو ثلاث يناير الموعد يوم سبعة عشر تموز وجزاك ربنا كل خير وخير الجزاء ليش خلينا اجاوب بس هسا انا بدي حلوان ماشي بدي حلوان انه ما ليش دخل بزعل بحرد بسو اي اشي بدك تحليني على المولود ان شاء الله لانه انا هيك سميته وحددت اليوم وحسبت له الله اكبر الحصة في هذا المولود الله يجعلوه من الذرية الصالحة اول اشي خليني اضحك لا يوم سبعة عشر ما فينفع طايف ليش لانه انت الحمد لله انك سألتيني اول اشي اول اشي يوم سبعة عشر ما احنا منش رح منحكي الارقام صارنا اكم درس منحكي عن الارقام سبعة يعني سبعة زائد واحد يعني ثمانية هي زحل ماشي يوم سبعة عشر بيكون يوم السبت طب يوم السبت كمان حاكم زحل طب انت جايب مولود بدك تلبسه بالحيط من اول شغلتين هاي زحل وزحل شو بدي يصير فيها كمان في نفس اليوم يوم سبعة عشر في خلو ومسار في ساعات الظهر شو رأيك بتحب تسمي بتحب يوم سبعة عشر شو رأيك انتي طبعا لا طيب تسأليني انا امتى بقولك يوم ثمانتعشر بما انو السلسلة الرقمية مطابقة بقولك يوم ثمانتعشر طب ليش يوم ثمانتعشر يوم ثمانتعشر لانو ثمانية وواحد تسعة وبيكون القمر وين في العقرب وتسعة يعني المريخ وكوكب العقرب شو المريخ ولما اجيب مولود وامنحه انا طاقتين يعني هو سرطان مائي من المفروض انو حساس سينستيف وهيك هادي و يعني برج مائي شو بدي يكون معناته اي شي انا بضغطه بدي اعطي قوة فلما انا بختار له اسم قوي وبعطي صفات القمر يكون عقرب ويكون الكوكب اللي له بالارقام تسعة له المريخ معناته هذا بدي يكون قوي جدا طيب ولما اجمع تاريخ يوم سبعة طاعتش كامل يعني سبعة سبعة الفين وواحد وعشرين بيطلع الناتج عندي ثلاثة وثلاثة يعني المشتري يعني بدو يطلع محظوظ هيك بيكون عندي انا قمر وبيكون عندي العطارد بيعملوا تثليث مع بعض لانو اساسا العطارد رح يدخل على السرطان وبيكون عندي انا المشتري وبكون عندي المريخ فانا يعني حاولت قدر الامكان اني انا اجتهد اني اضعه ببيئة او بمناخ معين يكون قوي جدا يحقق من خلاله شيء قوي في هذه الحياة بتمنى انه ربنا يجعله سالم ويجيبه بخلقة كاملة ويكون بصحة جيدة وربنا يكون الهمنا الصواب هيك بنكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة